إلى جانب الأزمة التي خلفتها العقوبات الأوروبية والأمريكية على مصادر الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا تنابه الأمم المتحدة وعملون في مجال الصناعة والزراعة ومحللون لسوق الأسمد العالمية أن يتسبب النقص في الأسمد الأساسية التي تعتبر روسيا مصدراً رئيسياً لها بارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية العام المقبلة ما يهدد مناطق ودولاً برجوها ويوضح الخبر أن زيادة الأسعار العالمية للأسمد سيدفع دولاً في إفريقيا مثلاً إلى تخفيف استعمال الأسمد أو حتى تخلي عنها كليتاً حيث سيكون الأمر ملموساً أكثر في سنة 2023 و2024 متوقعين انخفاضاً كبيراً في الإنتاج الزراعي بالقارة الصمراء وما لذلك من تبعات في ظل التغيرات المناخية وسنوات الجفاف المتعاقبة معطيات ترسم صورة ليست بالمتفائلة لما سيواجهه القطاع الفلاحي في البلدان الزراعية غير أنها تحيل إلى الدول المنتجة للأسمد في العالم والدور المحوري الذي أتيح لها لتلعبه في هذا الظرف وفي هذا السياق يشير المحللون إلى مدى الاستفادة التي يمكن للمغرب أن يجنيها من ارتفاع الطلب على الأسمد الزراعية وسعي بلدان زراعية كبرى مثل الهند والبرازيل إلى البحث عن موردين للأسمد في ظل توطر السوق الدولية وتراجع الصادرات الروسية نحو العالم نستمع في هذا الشأن لتوضيحات أنس الراضي المحلل الاقتصادي من الضان البيضاء المغرب حاليا بطبيعة الحال عنده إمكانية الاستفادة من هذه الظروفة هنا نشر أن المغرب هو رابع مصدر الأسمد في العالم بعد روسيا، الصين وكندا روسيا بطبيعة الحال سجلت تقريبا 15% من إجمال الصادرات الأسمد في العالم تقريبا 30% من حاجيات أوروبا من الأسمد المغرب هو فضعية جيدة بحيث أنه قرر أنه يستفد من هذه الوضعية من خلال الرفع من الإنتاج خلال القرار الذي كان علن عليه المكتب الشريف للفصفات في يونيو بحيث قرر أنه يزيد ما يفوق مليون فاصل جوش طن إضافية في السوق العالمية من هنا لنهاية السنة المغرب الآن كل شيء يشوفه كواحد السوق واعدة ديال الأسمداء العالمية لممكن تخفف من السيطرة الروسية ومحاولة استخدام الأسمداء كتلاح في إطار هذا الصراع الروسي الغربي عرفت مبيعات المغرب من الأسمداء الطبيعية والكيموية إلى غاية نهاية يونيو الماضي ارتفاعا بزائد حوالي عشرين مليار درهم نتيجة تأثير سعر الطن الذي زاد بأكثر من الضعف حيث ساهمت هذه المبيعات في ارتفاع المبيعات الإجمالية للفصفات ومشتقاته إلى سبعة وخمسين مليار وأربعمائة وستين مليون درهم إلى حدود نهاية يونيو دائما ويعزى دخول أسعار الأسمداء في هذا المنح التصعدي منذ العام الماضي إلى ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية التي تساهم في صناعة الأسمداء خصوصا الغاز كما يوضح أنس الراضي المحرر الاقتصادي من الدار البيضاء أسعار الأسمداء خلال الفترة الماضية قريبا ارتفعت بثلاثة الأضعاف ما بين بداية سنة 2021 إلى غاية يونيو 2022 سابقة الأولى في التاريخ مرتبطة أساسا بأسعار الغاز لأن الغاز يشكل تقريبا 90% من تكاليف إنتاج الأسمداء النيتروجينية مثل الأمونيا أو اليوريا مع خفض روسيا إمدادات الغاز الأوروبا بسبب دعمها لأوكرانيا ارتفاع الطلب على الأسمداء المغربية مرشح أن يتواصل في الفترة المقبلة فالبرازيل عبرت عن تطلعها إلى زيادة حصة وارداتها من البلدان العربية وفي مقدمتها المغرب ويتطلع المغرب إلى أن يكون في الموعد وقد أطلق المجمع الشريف للفصفات منذ سنوات استراتيجيته لرفع قدرته الإنتاجية من الأسمداء ويرهن في السنوات المقبلة على زيادتها إلى 19 مليون طن لتلبية الطلب داخل القارة الإفريقية وفي دول أخرى